اشتركوا في القناة أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله أيها الحب الكرام في هذا البرنامج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى الذي من خلاله نطرح بعض الرؤى المباركة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جزء من النبوة قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا ما هي يا رسول الله قال الرؤية الصالحة وفي حديث آخر قال هي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فبالتالي نحن في هذا البرنامج نتعاون وإياكم على إيصار رسالة للعالمين أن التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام من الرؤى الصالحة المباركة لا تزال موجودة بين عباد الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فلهذا نقول أيها الحب الكرام هذا البرنامج إن شاء الله أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تقبله أيها الحب الكرام إذا أردت أو أردتم أو أردت أو أردتي الرؤى الصالحة المباركة المبشرة فعلينا جميعا أن نحافظ على الصلوات الصلوات هي مفتاح كل خير وإغلاق كل شر قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلوات قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري وقال كلا لا تطعه واسجد واقترب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل مهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وارضوانا وقال سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وقال جل وعلا واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة الفرائض ومنها الصلاة هذه الصلوات المباركات ومنها الفرائض لما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى الملكوت العلاء في نهاية الحديث قال تبارك تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو يكلمه تكليما قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هي خمس وخمسون في الأجر ما يبدل القول الذي هذه الصلوات هي حقيقة نورا للإنسان كما قال عليه الصلاة والصلاة نور كم وكم من تائه وضال ومنحرف وعاش في الغم والهم هداه الله إلى نوره وإلى صلاته وعبادته قال سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ومنها الصلوات الصلوات نورا لك أنت في حياتك نورا لك في قبرك نورا لك بين يدي مولاك تبارك وتعالى أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره وهو يودع هذه الدنيا يودع الخلال يودع الأصحاب يودع المهاجرين يودع الأنصار يودع زوجاته يودع بناته عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة مفتاح السعادة لك ويؤسفنا حقيقة ويؤلم قلوبنا أن نرى ونسمع من بعض الناس مسلمون ابن المسلمين ابن الموحدين لا يركع لأرحم الراحمين ولا يسجد إلى رب العالمين حقيقة الله تبارك وتعالى قال وإن من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الصلاة ميزانك حقيقي وميزانك اليقيني وميزانك عند مولاك تبارك وتعالى ليس للإنسان قيمة في هذه الحياة الدنيا دون الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال أرح قلوبنا اشرح صدورنا طيب خواطرنا قر أعيننا بهذا الصلوات وقد قالها عليه الصلاة والسلام للعالمين قال وجعلت قرة عيني في الصلاة هذه الصلوات كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويتلذت بها لأنه خصله بينه وبين خالقه يقول أحد الصحابة كنت أسمع للنبي عليه الصلاة والسلام وصوتي صدره له أزيزا كأزيز المرجل من البكاء وقال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تدري أيها الحبيب أن الله تبارك وتعالى أخبر نبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك ملائكة تتعاقب علينا ومعنا في الصباح وفي المساء في نهاية الحديث يقول الله تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي قال جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فنقول أيها الحب الكرام نصيح لي ولكم ولمسلمين من فرط في جنب الله فالباب مفتوح قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيما ركعتين يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من توضى أحسن الوضوء ثم ركع ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تغدم من ذنبه فنحرص أيها الحب الكرام على الصلوات إذا أردنا الرؤى الصالحة أردنا أن الله تبارك وتعالى يقربنا منه ويرفعنا درجات نحافظ على الصلوات لا تترك الصلاة إياك أن تغفل إياك أن تلهو إياك أن تكسل أو تتكاسل أو تعجز فإنها صلوات معدودات في أيام معدودات في سنوات معدودات تنتقل من عالم الدنيا الفسيح إلى عالم القبور ولا تدري أأنت منعم فيه أو خلاف ذلك كن على يقين أن الله تبارك وتعالى مع المصلين مع الراكعين مع الساجدين مع الخاشعين تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر العبد فإن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه فالله تبارك وتعالى ينظر إلى قلبك وأنت في صلاتك فيه خسوع فيه خشوع أنزل عليك السكينة والطمأنينة وقرة العين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات الخمس وأن يكرمنا تبارك وتعالى بالرؤى الصالح المبشرة إنه سبحانه وتعالى سميع قريب نجيب الدعاء